عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً مع مسؤولي تحالف عدد من الشركات المصرية السعودية وخلال الاجتماع أشهد رئيس الوزراء بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الهيئة العربية للتصنيع والتحالف المصري السعودي بشأن الإمداد اللوجستي لمشروعات التطوير العقري بالمملكة العربية السعودية والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة مؤكداً استعداد الحكومة لدعم نجاح هذه الشراكة ترجمة نانسي قنقر